ما في مقدمة على طول رح نبدأ بالخلطة ثمرت الشباب الدائم الأفوكادو رح أخذ نصف حبة منها رح أقشرها بهالشكل بنات وبعد كذا رح أقطعها بهالشكل إذا هي لينا بنات أهرسيها على طول بالشوكة أنا صارت معاي قاسية فاضطريت أني أستخدم الخلاط الكهربائي أضفتها للخلاط بعد ما قطعتها وأضفت لها شوي موية لأنها صارت مرة قاسية فإحتجت أني أضيف لها موية وطحنتها بهالشكل ضروري تتأكدين أنك طحنتيها كويس وبعد كذا بنات رح أضيفها للصحان اللي رح أسوي عليه الخلطة وثاني مكون معانا بنات العسل الأصلي ضروري بنات تتأكدين أن العسل أصلي ويكون من مكان موثوق رح أستخدم من العسل الأصلي ملعقة صغيرة مليانة بهالشكل رح أضيفها للأفوكادو اللي طحنتها إذا ما توفر عندك العسل الأصلي ممكن تضيفين لها حليب باودر أو حليب سايل الحليب العادي اللي يجيك بكرتون أو جيك أنت حرة تقدرين تضيفين لها حليب أو تقدرين تضيفين لها عسل أنا هنا اخترت العسل لأنه يعطي نتايج على بشرتي جبارة حرفيا يخلي بشري خرافية من اللمعة والنظارة والشد رح نخلط المكونات كويس بهالشكل بنات رح نتأكد أن العسل انخلط مع الأفوكادو تماما عشان رح توزعينها على وجهك وتخلينها على وجهك تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة وتسوينها ثلاث مرات بالأسبوع لما أنه باقي على رمضان كم يوم اللي باللغنية هالخلطة ضروري تحطينها في شهر رمضان إن شاء الله تحتوي ثمارة الأفوكادو بنات على 20 نوع من الفيتامينات والمعادل مثل حمض الفوليك والمغانيسيوم والفسفور والبوتاسيوم ومجموعة من فيتامين با إضافة الفيتامين اي وكلكم عارفين بنات إن فيتامين اي موجود في الأكراتين والريتنول والديفرين طبعا هذه منتجات الشباب الدائم بإذن الله وهي اللي تعطي بشرتك نظارة وتعزز من إنتاج الكولاجين وتحارب الخطوط والتجاعد وتخلي بشرتك أصغر من عمرك بسنين منتجات فيتامين اي بنات لو تلاحظون كل الدكاترة الجلدية يحثون على استخدامها تجنبا الظهور علامات الشيخوخة المبكرة فهذا الفيتامين موجود بالأفوكادو اللي هي ضمن خلطتنا اليوم المعجزة هالخلطة مليانة مضادة أكسادة لأن فيها عسل وأفوكادو ومضادة الأكسادة بنات تحارب الجذور الحرة لتسبب التجاعد والخطوط وعلامات الشيخوخة تحتوي ثمرة الأفوكادو على أحماض دهنية بنات تعطي بشرتك ترطيب يعني راح تقضي على جفاف البشرة أيضا تحتوي على أوميغا 9 اللي يجدد خلايا بشرتك التالفة ويقلل من التهيج راح تحسن من مظهر جلدك وراح توحد لونها العسل والأفوكادو بنات راح يشيلون لك حروق الشمس وآثارها إضافة لأنهم راح يشيلون لكل أكزيمة اللي في وجهك إذا كان عندك أكزيمة ويصفون بشرتك من كل المشكلة أيضا بنات ثمرة الأفوكادو تعالج حب الشباب بإذن الله وتصفي بشرتك في كثير بنات ممكن يتساءلون متى أستخدم هالخلطة تستخدمينها إذا كنتي تبغين تحافظين على شباب بشرتك من التجاعد والخطوط وعلامات الشيخوخة المبكرة استخدميها وانت مغمضة لأنها عالية بمضادات الأكسادة إضافة إلى أنها راح تعطي بشرتك نظارة وصحة وجمال وشباب وهذا كان فيديو اليوم شكرا على المتابعة